موسيقى مساء الخير وفي اليوم السابع انشق فجر لوزان عن جلسة ماراتونية وصل نهارها بليلها وانفضت بالإعلان عن مسودة اتفاق تنذر بالاتفاق فجرا فتحت الأبواب المغلقة وغادر كل إلى غايته المفاوض الإيراني وصف التقدم بالجيد جدا والعراب الروسي تحدث عن اتفاق يشمل جميع الجوانب المحورية للبرنامج النووي الإيراني وبحنكة الدبلوماسي أردف قائلا إن الشيطان كما هو معلوم يسكن في التفاصيل فأي تفاصيل يحوم حولها الشيطان وأين يكمن الاعتراف بها إذا كانت الطريق مؤدية إلى نتيجة ممكنة وسواء أحضر الشيطان أم غابت الملائكة ما جرى في ليلة الأنس في لوزان دليل بشارة في أسبوع الألام ويرسم ملامح حلول لأزمات منطقة تطفو على صفيح ساخن وصدى ترددات ذراته سيسمع في أروقة بعبد الفارغة والفراغ بالفراغ يذكر في سرايان الحكومية ثبت بالوجه الشرعي أننا متى عقدنا العزم عينا ومتى اتخذنا قرارا بملء الشغور خضنا الصعاب والتأمنا فعلى ما أصبنا بالشلل وملأنا وقتنا بتصريف العمل ليست هي كذبة الأول من نيسان ولكن اليوم التأم مجلسنا الوزري استثنائيا وقارب المحظورة في ملف التعيينات فكان أن عين المحافظ فؤاد فليفل أمينا عاما لمجلس الوزراء مكان سهيل بوجي التسلم والتسليم لن يتم إذ إن البوجي سيظل الحاكم بأمره وسيبقى فرعون مجلس الوزراء وأمينا على أداء رئيس مجلس الوزراء يأمر ولا ينهى عن منكر أما بعد وقبل أن يسمع الجواب من دق الباب نقدم باقة اعتذار إلى المشاهدين فنحن سندافع عن كرامتنا وكرامة محطتنا بالرد على تقرير الكذب والدجل الذي لفقته الألبسي وشيخها الظاهر المستتر خلف حدث ليستدرج عروضاً وليبني عليه تقريراً بمعلومات هي محض افتراءات وعن تاريخك الحافل سنعرض تقريراً في سياق النشرة من أمرك سيدنا لطال عمرك خاطبتنا بالسفاهة فأجبنا مكرهين وإذا ما ازدادت السفاهة سنزداد حلماً ما تعودنا الإساءة وديدننا التعالي عن المهاترات الشخصية لكن الكلمة بالكلمة والمعلومة بمعلومات والبادي أظلم وكما تراني يظاهر أراك فخل عينك على الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر